اشتركوا في القناة التكريس او ترسيخ ثقافة الاعتراف وتقافة الانصاف توفق سميدا غني عن كل تعريف يعرفه جميع المتقفين جميع السياسيين فعالية المجتمع المدني لانه كان منخرطا في قضايا وهموم ساكنة مدينة اقادير كان منخرطا في تطلعات هذه المدينة بان تكون فعلا مدينة حداتية مدينة جميلة بفضاءتها العمومية ببنياتها التحتية بمركباتها التقافية وكان يرجع اليه الفضل في الانخراط او في صناعة مجموعة من المبادرات الخلاقة في مدينة اقادير لعل اهمها واولها الشرارة الاولى التي بفضله انطلقت بحية البرشت هذا الحي الذي يمثل ذاكرة المدينة لا يتجزأ من تاريخ هذه المدينة سواء التاريخ في القديم او التاريخ الراهن او الحالي كان مهموما ومسكونا بان تكون للمدينة بنيات تحتية تليق بتاريخ هذه المدينة وتتليق برجالتها وبطيفها التقافي وفعلا دشنا اولى الخطوات في هذا الدرب بان انجز عارضة استعادة سينما سحراء ويدعو من خلال هذا النداء الى جميع المسؤولين على تدوير الشئ المحلي بالمدينة ليقتنوا هذه المعلمة ولتكون مكسبا حقيقيا للجمعيات التقافية وللنوادي السينمائية وفعلا طيلة فترة زمنية كان منهمكا في جمع التوقيعات ولقيت هذه المبادرة استحسانا شعبيا ولقيت تجاوبا مدنيا وفعلا تحقق هذا الحلم الذي كان يراوده في البداية تحول الى حقيقة ملموسة وفعلا أصبحت سينما سلام اليوم متنفسا للجمعية التقافية ولعل آخر نشاط كان في هذه القاعة هو مهرجان إسن ورغ ونتمنى أن تكون هذه القاعة مفتوحة لجميع الفعاليات التقافية بالمدينة أنا شخصيا أنا سعيدة جدا لأنه توفيق وأخ وصديق وخدمت معه في ثلاث مبادرتين نظفة المقبرة تليلة وديل أضاحي توفيق آخر مرة نشوفه هي ذاك الليفينمو وديل تالغيتارت ما كانش حديث متوول لأنه كان مشغول أنا ذاك بتنظيم إلى آخره فتوفيق كان ذاك الشخص اللي كي بتاسموا يضحكوا دائما كيقول لي كيقول لي هزيلهم من راسك رأيgin الوقت كتبها من بعد ما سمعت أن هو طفال علامه كتاب uruguاص pad أنا نتمناها من الله فى الله فى الله هزيله وتحسيع وأخبر على مesa الذي دغت الله أنه الجهاد كل تحرك لإستغلاق الإفسار عشاء الله في مستقبل أن يكون مرافقة هنا باسمتو توفيق سميدة لأن السبق ثلاث خدمته كان عندما أركز كان محب للخير، يريد أن كل مشارب السياسية والجمعوية تكون مجموعة الحمد لله جمعنا مع أبي الخير والقلب مسامح له لا أعلمنا فيه إلا الخير والله يرحمه والسعي له ونتمنى أن نرى البنت وإن شاء الله حامل الرسالة كذلك والاسم ديالله توفيق اسمه داميموتش ونشكر جميع الفعاليات للسياسية والجمعوية التي اجتمعوا اليوم لكي يكونوا كلمة واحدة أن توفيق صديقنا وأخونا الحمد لله وشكرا لكل واحد أيضا للمنابرا الإعلامية التي حضرت اليوم وننسى حتى هذه الحملة التبرع تكون إن شاء الله صدقة جارية عليه كل سنة لأنه هناك عزق الأشخاص سواء كانوا مرض كبير لأن الناس يحتاجوا دموك هذا فهذه المبادرة نشكر بالزافع للناس الذين يفكروا فيها ما يغضيش دوز ذكرة ديالتأبين عادية وإنما ذكرة ديالتأبين ستبقى مرصخة في ذاكرة الأقاديريين والسوسيين ككل وشكرا لديه صعوب الحديث عنه في داقة أيق معدودات بحكم الارتباط أولا أنه كان صديق الطفولة وزميل الدراسة وكذلك في الحياة الجمعوية والمدنية توفيق سميدة الإنسان الصادق الإنسان المحب للخير الإنسان المحب للجميع رجل التوازنات توفيق سميدة ممكن نقولها من هامات دالعطاء في المجال الميداني والمداني كذلك في أقادير توفيق سميدة صعب لابتسام دائما المنصط الكلم المنصط الجيد المتكلم بحكمة والمحب لهذه المدينة والمحب لهذه الوطن خصال كثيرة اجتمعت في هذا الرجل اللي فقدناه صراحة وفقدته مدينة أقادير من رجالتها اليوم الأصدقاء دياله والمحبين دياله بقوا على عاد والوعد ديال أحد الآخر الأحلام ديال توفيق أنه كان يطمح يعني تنظيم واحد تدهورة كبيرة بحيط البرج تكون سنوية لتبرع بالدم وكان هذا الطموح اللي كان يشغله في آخر يعني نقدر نقول لك لم تتعدل العشرين يوم الأخيرة قبل وفاته وكنا كنا نقوله أنه تكون واحد الحملة بشكل كبير كنا نعرف أنه تبرع بالدم واحد مسألة اللي كانحتاجها يوميا ما شيء هي تدهورة اللي ممكن تكون عابرة فقط ولا يعني مسألة استشهارية وإنما مسألة إنسانية لأنها فيها الحياة لأن الناس كثير يوميا تحتاجوا الدم وتنعفونا المركز الجيوي واحد يكون في سوسماسا هو المركز الجيوي تحقون الدم بحي إحشاش واللي كيزوه جميع المستشفيات بالجهة فبعد الوفاد ديالو كانت يعني الفكرة ديال أحسن يمكن نقوله صدقة جالية نديره في هاد الذكرى ديال توفيق هي نحق العهد والوعد ديالو بتنظيم هاد الحملة ديال التبرع بالدم وللحمد لله اللي انتلاقى ديالها اليوم من المركز اللي عرفت شهداتي يعني توافد اليوم وصلنا 130 متبرع في هاد الصباح هذا وكنتمنوا أنها تستمر طيلة هاد الأسبوع اللي غادي تكون إن شاء الله في نفس المركز وفي النقاط أخرى من درسة الوطنية للتجارة والتسيير يوم الثلاثة والأربعاء وكذلك يوم الخميس الجمهور زوالا بهاد الساحة دياله حي ولي العاد وكذلك السبت صباحا نتعذر اليوم بالعمل يمكن التحق بساحة ولي العاد كذلك التبرع اللي غادي يشاهدوا الناس واللي هي جديدة يمكن ممكن نقول لنا جديدة على المستوى أشكال دياله في التأبين هي أنه خرجنا الفضاء العمومي مبقينا شراهينين بالمنازل أو بأماكن مغلقة وبالدعاء فقط وإنما خرجنا نعطيه رسالة لهذا الجيل اللي غادي يجي مستقبلا الأبناء ديالنا كذلك اللي يعيشوا معنا بأن يجب أن نحب المدينة نعطيه صورة حقيقية المفهوم المواطنة الحقيقية واللي كان دائما توفيق الله رحمه في جميع المحطات النضالية دياله كذكر أنه يجب أن نحب الوطن ديالنا إذا نحن بغينا هذا الوطن ديالنا يزدهر وبغينا هذه الدينة ديالنا تعيش واحدة 200 يجبنا أولا نحن نبغيوها ونحبوها بصدق ونساهموا كذلك إذا ما ساهمناش بالعمل ديالنا نساهموا بالأفكار ديالنا والحمد لله مجموعة ديالأفكار كانت الانطلاقة ديالها في هذه الساحة هذه كان عرفوا أنها محطة كبيرة عاشها توفيق واللي قد هات توفيق محطة نضالية كثيرة عرائد كثيرة اللي كان يشرف عليها شخصيا اللي كان أول شخص تحق بالمكان اللي كانت توقع فيه العارضة وآخر واحد كان يمشي فهي كانت البداية من هذه ساحة ولي عاد إنقاذ مدينة أقادير هنا كانت الانطلاقة بصوت توفيق بحنزر التوفيق وأننا تذكر مجموعة من الشعارات اللي كانت يحملها صراحة هذه رسالة لجميع الناس اللي كيشتغلوا في المجال الجمعوي والمدني في المدينة أنا نبقى دائما اللحمة واحدة نجتمعوا من أجل هذه المدينة وأكيد إذا اجتمعنا من أجل المدينة سنكون اجتمعنا من أجل الوطن اللي كانت نطمحوا أنه كذلك يكون في صفوات للدول الكبرى لأن السواعيد الحقيقية وازدهار الأمة هي ازدهار بسواعيد لرجالتها ما نبقى دائما يعني ننتظروا استيراد المعرفة واستيراد الأفكار من الآخر نحن الآن في مرحلة انتقالية بقيادة جلالة الملك اللي اعطى يعني صراحة انقاذة ستل المدينة في المشروع ديالها 2020-2024 وحنا على أبواب النهاية تقريبا ديالها 2024 ومشاهدنا مشاريع عن طريقات في المدينة كان نطمحوا أنها تحقق في التاريخ ديالها وكان نطمحوا أنه نستمر كذلك في العمل النضالي من أجل يعني ماشي النضالي من أجل خلق عدوة وإنما من أجل النضالي منساهم كذلك بأفكار ديالنا ونساهم بصمة إلى فرقنا الحياة يوم من ما نترك شيئا ما يترحم علينا أكيد أن توفيق الآن مرتاح يعني في القبر دياله وأكيد أن توفيق الآن سيكون سعيد أنه اليوم جميع الأصدقاء جميع المحبين كما عدنا أنه كان يتعامل مع جميع الفراقة محب الإعلاميين محب السياسيين النقبيين واليوم كنشوف أنه كل شيء جاء من اختلاف ديال الأراء ديال بعضياتنا فقط لإسم توفيق السميدة